كل السلام أنتم طيبين ولد المسيح ولد المسيح هاللويا بعد الكلمات الحلوة اللي قرأناها من نيافة الحبر الجليل أمب أكسيوس وأبونا بولا أنا بقى دوري أتشكر كل الحضور اللي هنأنا بالعيد السعيد سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق إرسال برقية تانية وطبعا على رأس هذا الشكر فخامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربي الذي ينوب عن سيادته السيد أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية وطبعا بنتهز هذه الفرصة لتهنئة سيادته بتجديد ثقة الشعب المصري له وتوليه فترة رئاسية جديدة وطبعا نكون التوفيق والصداد واثقا بعناية الله كما ونشكر السيد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية الذي أرسلنا برقية تهنئة بالعيد ونشكر أيضا أبانا الحبيب راعينا كلنا قداسة البابا المعظم الأنباتة ودروسة ثاني بابا الإسكنديريا وبطريار كتلازة الذي هنأنا بالعيد أبونا كلنا نشكر شركاء في الوطن والإخوة في الأزهر الشريف الذين هنأونا بالعيد وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي هنأنا بالعيد وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي ديار المصرية وأنابع عنه فضيلة الدكتور محمد عبد السميع مستشار فضيلة المفتي طبعا نشكر الأحباء المسؤولين الذين حرصوا على تهنئتنا بالعيد المجيد السادة الوزراء الدكتورة نيفيني الكيلاني وزيرة الثقافة التي هنأتنا بالعيد وأنابت عنها الأستاذ أمير نبيح تدرس الوكيل الدائم لوزار الثقافة والسيدة السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج التي هنأتنا بالعيد وأنابت عن سيادتها لحضور القداس السيد المستشار وسيم ذكي المستشار المالي لوزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي ينوب عن فضيلته الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية كما ونشكر السيد الأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الذي أنابع عن سيادته السيد الأستاذ عادل جندي ونشكر السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الذي أنابع عن سيادته الأستاذ الدكتور شريف وديع مستشار سيادته للشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة كما ونشكر السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي تنوبع عن سيادتها الأستاذ نسرين الباز رئيس القطاع الإدارة البيئية في الوزارة ونشكر السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذي أنابع عن سيادته السيد اللواء أحمد جمال الدين رئيس حي الويلي طبعاً بنتابع التشكرات ومن السادة السفراء الذين قدموا لنا التهاني بالعيد السعيد السيد السفير حسام الدين آلة السفير السوري في مصر الذي أنابع عن سيادته السيد المستشار دكتور بشار الأسعد القنصر السوري في مصر السيد السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني السيد اللواء علي الدين عصام مندوب السيد وزير الداخلية أهلاً نساناً السيد السفير دومينيك جو سفير سنغافورة في مصر وأنابع عن سيادته السيد السفير هيرتشا بولاديان سفير أرمينيا في مصر الذي أنابع عن سيادته آني كما نشكر السيد السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المكتب الوطني لاتفاقية المشاركة في مصر والاتحاد الأوروبي الذي حضر معنا اليوم مع حرمي ونشكر السادة السفراء الذين أرسلوا لنا برقية تهنئة بالعيد السيد السفير المونسينيور نيكولاس هنري سفير دولة الفاتيكان في القاهرة السيد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان في القاهرة ولا ننسى أن نشكر الآباء المطارنة والأسقفة والآباء الكهنة الذين قدموا لنا التهاني بمناسبة العيد نيافة الحبر الجليل أنباء أكسيوس ونشكر نيافة المطران أشود مانتيسكيان مطران الأرمن الأرطوديكس في مصر وسالف لك الذي أرسل لنا برقية تانية بالعيد وأنابة عن نيافته الدياكون رافي بوغوسيان ونشكر سيادة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر الذي أرسل لنا برقية تهنئة بالعيد كما نشكر أصحاب النيافة الحاضرين معنا ونشكر وفد الكنيسة الإثيوبية الذين حاضروا معنا نشكر أيضا الدكتور القص أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد كما ونشكر السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين قدموا لنا التهاني بالعيد السعيد نشكر السيد النائب الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة السيدة النائبة مرثى محروس عضو مجلس النواب التي حضرت تانية هذا الأسبوع كما نشكر الفنانة الأستاذة إلهام شاهين رحضورها معنا في هذا العيد كمان نتابع التشكرات السيدة الدكتورة شيرين غالب نقيب الطباء القاهرة السيدة اللواء مهندس يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية المهندس مايكل جيرجس البدراوي عضو مجلس النقابة العامة لمهندسين ومقر لجنة التصالح بمحافظة القاهرة المستشار باسم محمد عبد الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والقيادة بحزب مستقبل وطن ومن الأحباء الذين خضروا من الأحزاب السياسية وعن حزب المصريين الأحرار بالإنابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الأستاذ أمير يوسف عضو الهيئة العليا وعضو المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للأعلام الأستاذ محمد أبو حسين مساعد مدير المركز الأعلامي الأستاذ مايكل عادل مساعد مدير مركز الإعلام الدكتور ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومستشار رئيس الحزب للأعلام أما عن حزب الشعب الجمهوري الدكتور ناصر عدلي محارب الأمين المساعدة شؤون العضوية في المحافظة وسيد سامويل نصري عضو أمانة التنظيم في المحافظة ونشكرهم على إرسال برقية تهنئة أيضا بإسم قيادات الحزب عن حزب حماة الوطن الأستاذ محمود الحفناوي عضو أمانة المواطنة المركزية في الحزب والأستاذ جون فكري عضو أمانة المواطنة المركزية في الحزب ولا ننسى أن نقدم كل الشكر للآباء الأعزاء الأجلة الكهنة الحاضرين معنا القمص يوسف تادرس الحومي أستاذ الكنيسة تاريخ الكنيسي وعضو لجنة التاريخ المدير طبعا هو صاحب سيدنا الباترياركو دايما منورنا ومشرفنا بارخ مرأبونا والقمص شاروبيم الشايب وكيل ديار الشايب القاهرة القمص متأوس الأنطوني والقصف اللوباتير صدقي من كنيسة رابط القدس للأقباط الأورتوكس طبعا قبل ما نختم التشكرات ونشكر القنوات الفضائية نشكر أبونا بولا فؤاد لشارك معنا أبونا دوماديوس الراهب نورينا ومباركينا بارخوا بالختام نشكر القنوات الفضائية اللي دايما هي سباقة في نقل كل المناسبات والأعياد الدينية في الكنيسة السوريانية الأورتوكسية نشكر التلفزيون المصري قناة ميسات قناتنا والغالية علينا قوي اللي بتنقل الحدث مباشرة قناة سي تي في قناة إكسرا نيوز قناة القاهرة الإخبارية قناة النيل الإخبارية ولكم جميعا جزيل الشكر كل سنة وحضرتكم بألف خير وصحة وسعادة ولد المسيح الأولياء سمحوني لو أنا أنسي طبعا كلكم عارفين أنه الكنيسة السوريانية هي مرحبة بالجميع وكل اللي قم وطبعا أدمونا التهاني يا مرحب بيهم وكل سنة هما بألف خير وكل سنة أنتم طيبين ميلاد مجيد وسنة سعيدة عليكم جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر